لكن نتائج السكنة بالأرواح بتشوف كمان مواصفات كثيرة الكتاب المقدس بيتكلم عن الشيطان أنه كذاب وأبو الكذاب بيتكلم عنه أنه هو المضل والمشتكي والمخادع الكتاب يصف الشيطان أنه مش بس مضل أنه يمكر مكار ومخادع وبيتكلم عن الشيطان أيضا أنه روح كذب دائما بيتكلم بأرواح كذب ودائما هاي بتشوفها في الأشخاص الملبوسة في الأرواح دائما بيتكلموا بكذب بأرواح كذب وبيبرروا الكذب وممكن يعمل أي شيء في سبيل ومن أجل الكذب روح ضلال وهي بتشوفها في أنبياء الكذبة وخداع الأديان والهرطقات والبدع في روح ضلال والعهد القديم بيتكلم عنها بشكل يعني كثير وبإسهاب أيضا هذا الشخص الملبوس بالشياطين بيكون عنده روح عنف حب الانتقام والقتل وعاوز يؤذي أي شخص آخر بيكون شخص متكبر شخص متجبر بيكون كل التركيز وكل التمحور حول ذاته يريد أن يؤذي الآخرين ويريد أن يكون في صورة يعني أمام الناس حتى لو استخدم الدين حتى لو استخدم التقليد حتى لو استخدم أي وسيلة أخرى لكن كل التركيز على حب ذاته وعلى حب المجد مجد الزات ويريد أن الآخرين تكون كلها تشخص عيونها عليه هذا الشخص طبعا اللي فيه روح ضلال مش بس روح ضلال عادة الشخص الملبوس بالأرواح الشريرة عنده بيكون أرواح الزنا والشهوة وأنا لا أتكلم عن خطية الزنا الإنساني اللي بيسقط فيها بيعترف وبتوب أنا بتكلم عن شخص مقيد بيبتدي يعمل أمور لا طليق يعني مثلا بتكلم الكتاب المقدس عن الكنعانيين القدماء كانوا يمارسون نجاسات ورجاسات كبيرة ومنها كان تقديم الأطفال ذبائح للإله مولوك وملكم وذبائح أخرى كانوا يمارسون الشزوز الجنسي حتى وصل معهم أنه يمارسوا الشزوز مع البهائم والحيوانات وبيمارسوا هذا الشزوز أحيانا مع الأطفال مع البنات الصغار لأنه بيتحرك بروح شرير بروح نجس أو بيحاول أنه يمارس الجنس مع حد من أقرباءه وعيلته وهكذا ما بيكون عنده الوعي ولا متحكم بنافسه وبيفقد السيطرة الكاملة هذه أرواح الزنة اللي عادة تسيطر على الأشخاص التي تقود البدع والهرتقاط أيضا فبيمارس القتل والسرقة ومثل ما ذكرت أنه كل شيء بيكون متمركز عليه بيصير عنده إلهامات شيطانية بيتأثر بسهولة بأي أعمال سحرية وطبعا بتكون لعني من كل ناحية مش بس لقيله شخصيا في كل مكان بروحه أو كل مكان بيتكلم فيه أو كل مكان بيذهب إليه دايما اللعني ودايما القتل والعنف والانتقام والإزدراء والإحتقار والزنة بلاحق هذا الشغل ترجمة نانسي قنقر